السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وكدوتنا وشفاعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كلمات تبعث الأمل في تلك المآسي في غزة تعالوا نعرف بعد من صلى على حبيبنا صلى الله عليه وآله وسلم كما تعلمون يا أحبابي منذ بداية طوفان الأقصى وأنا يوميا أتفاعل مع أحداث أهلنا في غزة بشكل يومي لكن إن تغيبت في بعض الأيام فوالله ثم والله إنما يكون ذلك لمرض شديد نزل بي فلا أستطيع أن أصور فيديو واحد في ذلك الوقت بقالي خمسة أيام فعلا ما نزلتش حاجة عن غزة وذلك لمرض شديد ولله الحمد قال أحد الدعاء كنت أبكي على ما أصاب المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها وبخاصة ما يحدث الآن في غزة ورفح قال هذا الدعية فقال لي صاحبي علام البكاء قال كلت على الدين وعلى أحوال المسلمين فقال له إن الله ناصر دينه لا محالة ألم تسمع قول الله عز وجل كتب الله لأغلبن أنا ورسلي قال فقلت أبكي على المقتولين غدرا وظلما قالهم إن شاء الله نحسبهم من الشهداء ولا نزكي على الله أحدا وقد قال صلى الله عليه وسلم كما عند الترمذي بسند صحيح للشهيد عند ربه سبع خصال يغفر له مع أول دفعة من دمه ويرى مقعده من الجنة ويحلى حلة الإيمان ويزوج من ثنتين وسبعين زوجة من الحور العين ويجار من عذاب القبر ويأمن من الفزع الأكبر ويلبس تاج الوقار الياخوتة الواحدة فيه خير من الدنيا وما فيها ويشفع في سبعين إنسان من أهل بيتي فيدخلهم الجنة قال فقلت له أبكي على الجرحة والمكلومين والمحبوسين فقال له الله يبتليهم لأنه يحبهم ويكفر عنهم سيئاتهم ألم تسمع إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري ومسلم ما يصيب المؤمن من نصب ولا وصب من تعب ولا مرض ما يصيب المؤمن من نصب ولا وصب ولا هم ولا غم ولا حزن حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطايا قال له فقلت له أبكي على اليتامى والأرامل فقال له الله يتولاهم وهو أرحم بهم من رحمة الأم بطفلها الرضيع قال فقلت له أبكي على الثكالة الذين فقدوا أولادهم وأحبابهم فقال قلت له ألم تسمع قول الله عز وجل إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب ثم إن الله عز وجل قادر على أن يجبعهم بهم في الجنة حيث الأمان والنعيم الخالد في جنة قال عنها جل وعلا أعددت العبادي الصالحين في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر قال فقلت له أبكي لتمكين الكفار وأهل الباطل وما يفعلوه بالمؤمنين فقال له ألم تسمع قول الله تعالى لا يغر أنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد فامسح دموعك وثق بوعد الله سبحانه وتعالى نعم ورب الكعبة فالنصر والتمكين يا أحبابي قادم لا محالة في الحديث الذي رواه البخارية أن خباب بن الأرط لما ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له يا رسول الله وكان خباب يعذب عذابا شديدا قال له يا رسول الله ألا تستنصر لنا ألا تدعو الله لنا فغضب النبي وقام صلى الله عليه وسلم وقال إنه قد كان يؤتى بالرجل ممن كان قبلكم فيحفر له الحفرة في الأرض ويمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه إلى عظمي ويضع المنشار عند مفرق رأسه فيشق نصفين ما يصده ذلك عن ديني والذي نفسي بيد يعني والله العظيم لا يتمنى الله هذا الأمر أي هذا الدين حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضر موت ما يخاف إلا الله والذئب على غنمه ولكنكم تستعجلون بل وفي الحديث الذي رواه أحمد بسند صحيح وبه أختم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يبلغن هذا الأمر أي هذا الدين ما بلغ الليل والنهار نص الكرة الأرضية بيبقى ليل والنص التاني نهار يعني الدين هيبلغ الأرض كلها لا يبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار ولن يترك الله بيت مضر ولا بيت وبر إلا أدخله الله هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل عزا يعز الله به الإسلام وأهله وذلا يذل الله به الكفر وأهله فلا تيأسوا فالنصر قادم لا محالة إن شاء الله أسع الله عز وجل أن ينصر أهلنا وأحبابنا في غزة وسائر فلسطين وفي سوريا وفي السودان وفي كل بلاد المسلمين وأن يجمعني وإياكم مع سيد ولدي آدم صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى أحبكم في الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته